السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع رح نتكلم بمواضيع هامة ومنوعة تحصل بألمانيا وبدول أخرى خارج ألمانيا والاتحاد الأوروبي أصدقائي اللي تركز علي كل وسائل الإعلام بالعالم صباح هذا اليوم هو زلزال عنيف هز المنطقة الحدودية الباكستانية الأفغانية بوقت متأخر من يوم أمس مساء وبحسب وكالات الأنباء فقد يعني الساعة التاسعة صباحا تمنلنا عنه قد قتل 255 شخص هذا ما كان بالساعة التاسعة صباحا والآن الساعة الثانية عشر ظهرا تم الإعلان عن 930 شخص فقد حياته بسبب هذا الزلزال تدمرت عشرات المنازل في أربعة مناطق تضررت بشدة في مقاطعة بكيتا في أفغانستان وسائل الإعلام المحلية تقول أن هناك قرية أفغانية بالكامل قد تم تدميرها بسبب هذا الزلزال ويقال أن حالات الوفيات الحالية 930 هي أرقام أولية قابلة للزيادة كون الكثيرين الآن تحت الأنقاض ومن ناحية أخرى لا توجد هيئة أفغانية قادرة على احتساب قوة الزلزال ولكن المركز الأمريكي لرصد الزلازل أكد أن القوة هي 6.1 سمعنا يعني زلازل بقوة أكبر ولكن لم يقع يعني هكذا قدر من الضحايا طبعا شعر بالزلزال حوالي 119 مليون شخص بمناطق مختلفة من أفغانستان باكستان والهند ويقول المصدر أن زلزال بتلك الأماكن الأفغانية أو الزلازل بتلك الأماكن الأفغانية القريبة من سلسلة جبال هندو كوش هي ليست شيء نادر وتحصل بشكل متكرر ورغم أن الزلزال ليست بالقوة الشديدة فإنه سبب حالات الوفيات العالية هو ضعف البناء أو البنية الهيكلية للمنازل الموضوع الآخر أصدقائي بألمانيا الآن هناك ثلاثة محطات تعمل بالطاقة النووية قيد الاستخدام وحسب القانون الألماني فإنها ستتوقف عن العمل بنهاية هذا العام يعني بعد ستة أشهر من الآن وهي تساهم بتوليد ما يقارب 8% من حاجة ألمانيا للطاقة كنا نعرف أن الطاقة مصادرها منوعة بألمانيا طاقة عن طريق الفحم الحجري لتوليد الكهرباء والغاز والطاقة النظيفة والسولار سيستيم والطاقة الرياح أيضا طاقة النووية تتميز بأنها أرخص مصدر من مصادر الطاقة ولا تصدر انبعاثات حرارية الآن بسبب أزمة الطاقة وشحتها والموقف الذي ألمانيا وضعت نفسها به على مر الزمن من كلام بخصوص تقليل الاعتماد على الفحم الحجري والحفاظ على البيئة جعل الأمور تكون بموقف معقد جدا يهدد بانقطاع الطاقة خلال موسم الشتاء القادم هناك كلام ونقاش حاد الآن ومطالب من حزب سيدي أو أو حزب المستشارة السابقة إنجلي ميركر اللي لديه الآن شعبية تعتبر أكبر شعبية بين كل أحزاب بألمانيا والنقاش هو والمطلب هو أن يتم تمديد عمل محطات التي تعمل بطاقة النووية وأن يتم إلغاء موعب نهايتها المفترض بنهاية هذا العام زعيم حزب سيدي أو فيدرش مياتس قال أن الأمر ممكن من الناحية القانونية ومن الناحية التقنية ومن المهم جدا يعني هذا الكلام من حزب المستشارة السابقة إنجلي ميركر من المهم جدا أن ألماني تقوم بتزويد نفسها بالطاقة على بقية الاعتبارات زعيم حزب الـ FDP كريستيان ليندنا الذي يشغل الآن منصب وزير المالية أيضا أيد هذا الموقف بشدة وقال علينا أن نفكر بدون أيدولوجية ونمدد المحطات النووية ولا نغلقها لأننا قد نعلق بمشاكل اقتصادية كبيرة وفشل وعجز بالطاقة بالنسبة إلى حزب الخضر الذي يعتبر ثاني حزب بألمانيا بالشعبية وحزب يعني شريك بالإتلاف الحاكم الحالي لا يريد تمديد المفاعلات النووية روبوت هابيك وزير الاقتصاد والبيئة قال نحن ضد التمديد بعمل مفاعلات النووية لأن مضارها أكثر من فوعدها فهي تولد نسبة قليلة من الطاقة وبها مخاطر عالية كونها يعني تعمل بالطاقة النووية نتحول لان الموضوع الآخر أصدقائي روسيا تهدد ليتوانيا برد سيؤثر على سكانها والتهديد هو تهديد جديد صدر للمرة الثانية وحصل هذا اليوم بعدما التزمت ليتوانيا بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وقامت بتشديد الطرق البرية والقطارات بين روسيا وأرض كالينغاد التابعة لروسيا ولكنها غير متصلة بحدودها الجغرافية روسيا غضبت بشكل شديد وتم الإعلان عن تهديد يوم أمس نقلناه لكم بهذه القناة اليوم تطورت الأمور وقالت المتحدثة باسم مزارة الخارجية الروسية أن رد فعل بلادها على حضر العبور الجزئي الذي تفرض أوكرانيا على كالينغاد سوف لن يقتصر على الإجراءات الدبلوماسية وقالت الرد سيكون عملي سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف قال أن روسيا سترد على هذه الأعمال العدائية ويتم إعداد الردود قريبا وستؤثر ردود روسيا على سكان ليتواني بشكل كبير جدا هذا ما قاله سكرتير مجلس الأمن الروسي والأشياء التي منعتها ليتواني من العبور بالقطارات إلى كالينغاد هي مواد البناء والمعادن والفحم الحجري وتقول ليتواني نحن لا دخل لنا نحن فقط نطبق قانون الابتحاد الأوروبي وكي نفهم الموقف أكثر هذه هي خريطة ليتواني وهذه هي روسيا كما ترونها أصدقائي السهم الأحمر عليها أرض كالينغاد التابعة لها بعيدة عنها وبين روسيا وكالينغاد التابعة لها تقع دولة ليتواني التي تشترك بالحدود مع لاتيفيا من الشمال وبيلاروسيا الصديقة لروسيا من الشرق الآن ليتواني تخنق روسيا وتمنع وصول إمدادات عديدة إلى كالينغاد أصدقائي الموضوع الآخر يحتل أهمية كبيرة جدا بوسائل الإعلام الألمانية وتقريبا كل وسائل الإعلام تركز عليه والسياسين أيضا ببرلين يركزون عليه تحصل مشاكل كثيرة بالمسابح ويوم أمس حصلت يعني تم الإعلان عن مشكلة حصلت يوم الأحد بأحد مسابح برلين والمشكلة التي تورط بها مجموعة من الشباب بشجار بأحد المسابح عددهم مئة شخص تقريبا الآن تم الإعلان عن معلومات جديدة وهي أنه أغلب المتورطين بالشجار الغالبية العظمى منهم هم من أصول مهاجرة والشجار كونه حصل يوم الأحد أكثر يعني أيام هذا العام حرارة كان المسبح مكتظ يعني لذلك تصدر الشجار علامين الصحف والكثير من مقاطع الفيديو الآن موجودة بوسائل التواصل الاجتماعي بألمانيا لم يتوقف الجدال بأروقة السياسة خصوصا ببرلين كونهم اعتبروا الأمر فضيحة حصلت بسبب لعبة رشاش المياه وحسب ما تقول الصحف بسبب المشاجرة حصلت أجواء مرعبة بالمسبح النساء أخذن الأطفال بعيدا لخوفهم على أطفالهم من المنظر المرعب تم ضرب حتى رجال الأمن وتم اعتقال بضعة أفراد من المتورطين الذين خاضوا الشجار وهم يواجهون تهمة التحريض أو تعريض السلم للخطر أتت دوريات شرطة تتكون من حوالي 100 شرطي لمكان الشجار داخل المسبح وما جعل الأمر يكون محل انتقاد ويتكلم به السياسيين بشكل كبير هو أن مشاكل المسابح تتفجر بألمانيا بالأيام الأخيرة حسب ما نقل موقع بلد الأخباري وأنا أنشر لكم فقط ففي ولاية بافاريا يوم السبت قتل ثلاثة مراهقين وطفل بأحد المسابح بمدينة كاوف بوين في ولاية بافاريا أيضا تم التحرش بثلاثة فتيات أعمارهم بين 12-13 والأخرى أيضا 13 عام من قبل مجموعة من الشباب اثنين منهم تم التعرف عليهم وتم نشر بوساء الإعلام أنهم يحملون الجنسية السورية أحدهم عمره 17 عام والآخر 11 عام حسب ما تقول بلد الأخبارية في مدينة كون بالأسبوع الماضي الحادثة الثالثة قام رجل أفغاني عمره 23 عام بملامسة فتاتين أعمارهم 13 عام يعني اثنينهم بنفس العمر رابع حادثة في قلزن كيشن في أن أغوي في شمال الراين قبل شهر من الآن قام ألماني عمره 16 عام بقلع أسنان شاب سوري عمره 14 عام بالسكين يعني بعد أن هدده ويعني قام بهذا الأمر في مكان الاستحمام بالمسبح خامسا في شتودغارت أيضا قبل شهر من الآن الحادثتين اللي حصلت يعني للشاب السوري الضحية بقلزن كيشن وبشتودغارت هي بالرابع عشر من مايو أيار الماضي بأحد المسابح تعرضت سيد عمره 33 عام للتحرش من رجل عمره 31 عام لاحظوا أصدقائي الجرائم تزداد عندما يكون الجو دافئ بمنتصف شهر مايو أيار كانت جو ساخن جدا بألمانيا الناس ذهبت للمسابح وحادثة المسبح الأخيرة في برلين والمشاجرة اللي شارك بها مئة شخص من أصول مهاجرة حصلت الأحد لما كانت جو ساخن سبب الجدل الكبير هو مئة شرطي يضطروا للذهاب إلى المسبح هل يجب على الشرطة من الآن فصاعدا التواجد أمام المسابح؟ هل الوضع بالمسابح أصبح خطر إلى هذه الدرجة؟ هل يجب نشر رجال أمن بالمسبح مثل ما يتم نشرهم بالمطارات؟ هذه هي النقاط التي يتجادل حولها السياسيين سأترك لكم الرابط الذي دشرته موقع بلد المتعلق بالحوادث التي حصلت بالمسابح واللي شارك بها يعني أشخاص مهاجرين أيضا يعني لأسف كانوا يعني يأما ضحية أو يأما يعني بادئين بالمشاكل ستجنوها كلها بأول تعليق أصدقائي الآن نتحول للموضوع الآخر في ألمانيا الآن يتزايد عدد إصابات فيروس كورونا بشكل سريع واليوم وصلت الإصابات لأعلى قيمة بفصل الصيف عند 119 ألف إصابة هذا ليس موضوعنا ولكن بنفس الوقت جدر القرادة ينتشر وحتى الآن تم محصاء حوالي 500 حالة بألمانيا بكل الولايات الألمانية الستة عشر أغلب الحالات التي تحصل بألمانيا هي بولاية برلين 317 حالة من ضمن الـ 500 حالة بألمانيا هي ببرلين من ضمن الـ 317 حالة ببرلين تم أخذ 23 شخص للمشفى والسبب حالتهم انتكست بشكل يعني خطير ويتلقون العلاج العاجل الغالبية العظمى من الإصابات لا تكون خطيرة ولكن فقط الجسد يمتلي بالبقع الحمراء نفس البقع الحمراء التي تصيب القرادة والحالات كلها مرتبطة بالتفشي الذي حصل لأول مرة خارج أفريقيا ما جعل الأمور تكون مقلقة هو أنه كل المصابين بألمانيا لم يكونوا بأفريقيا وأن التفشي يعني يحصل بألمانيا ببداية الوباء جدر القرادة كان فقط يصاب به القادمين من أفريقيا من الأمان التي انتشرت بها يعني انتشر بها هذا الفيروس ولكن الآن الأمر تعدى ذلك وبدول العالم هناك 3157 حالة مؤكدة وموثقة والحالات الغير موثقة ربما تكون أكثر من ذلك ولكن 500 من بين 3000 حالة هي من نصيب ألمانيا وأكثر دول العالم تسجيلا أو إحصاءا لحالات الإصابة بجدر القرادة ربما الدول العالم الأخرى لا تحصي ولا تسجل لذلك لم يتم ذكرها بريطانيا 793 حالة اسبانيا 552 حالة ثالثا ألمانيا مركز الثالث على العالم 570 حالة رابعا البرتغال 300 حالة خامسا كندا 245 أمريكا 150 وفرنسا 220 حالة السودان والمغرب أيضا يعني لأسف بهم حالات إصابة حالة واحدة لكل بلد الآن نتحول للموضوع الأخير هو الموضوع الأكثر غرابة بهذا الفيديو بسبب الجفاف المستمر بفرنسا وحقيقة أن الكثير من مدن فرنسا وحتى يعني مدن بأوروبا وألمانيا تعتمد على المياه الجوفية التي تملأها لأمطار الغزيرة المستمرة وليست المتقطعة هناك مدينة اسمها فيلازور بالقرب من نيس منعت الطبخ بمياه الصنبور يعني المدينة أرسلت نداء عاجل للمواطنين لا تطبخوا من مياه الصنبور ومنعت حتى تفريش الأسنان بمياه الصنبور ومنعت الشرب أيضا من المياه الصنبور والسبب هو أن آبار المياه العذبة الآن جفت وتم وضع الأمور على التوفير الحاد مدن أخرى مجاورة لهذه المدينة جنوب فرنسا تستعد لتطبيق الأمر تمنع الشرب وتمنع يعني حتى تفريش الأسنان بمياه الصنبور والسبب هو لتجاوز موسم الجفاف الشديد والأمل بأن يكون الموسم القادم هو موسم أمطار يرجع الأمور إلى طبيعتها أعلنت بلدية فيلاسور أنه سيتم تزويد كل مواطن بالمدينة بقنينتين مياه شرب ومنذ نهاية شهر مايو أيار قامت مقاطعة البيس سمارت ميز التي مركزها نيس نحن نعرفها مدينة نيس يسكنها مليون شخص أعلنت عن وضع ترشيد استهلاك المياه وتم حظر غسل السيارات وحظر ملء المسابح وحظر سق المروج الخبراء بسبب عدم وجود مياه كافية نفس الأمر للأسف يحصل بأجزاء واسعة من إيطاليا وبعض المدن بولاية بافاريا جنوب ألمانيا قلت الأمطار انخفاض مناسب المياه الجوفية وحالة اقتصاد وترشيد باستهلاك المياه بعد الموضوع نكون وصلنا للنهاية تحياتي لكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة